لم يمضي أيام على تفجير إدارة أمن محافظة لحق حتى جاء خبر تفجير مزل بقرية الحمراء بمدرية توبان تاركنا الرعب والهلع بين صفوف الأطفال والنساء صاحب المنزل الأخ عبدالسلام علوي يروي لنا بداية حدوث الانفجار وأثر الحزن ظاهرة في كلامه ودموعه لا تكاد تلامس روم شعينيه يقول في قرار نفسه ما ذنبي كي يدمر منزلي عندما حصل الانفيار تخرج من بيت خالتي أنا وخالق خالتي وإخواني يجي للاقي البيت مفجر ونفرشك تكتشف هذا قالوا البيت يعني كل مهدوم مع مهاشي مع معدات اللي هي سامان البيت وبعدها انتشروا الناس ونحنا موجودين ايش اللي حصل قلنا عم الله هذا اللي حصل انفيار بس مش عارفين من اللي يفجر هذا العبث انا سأل لله سأل الله سبحانه وتعالى هو اللي يحكم لي غير ما حد يحكم لي تفاصيل الحادث بدأت عندما تنقلت وسائل التواصل الاجتماحي خبر امرأة في الاربعينيات من عمرها تسببت في سحر خمسة واربعين شخص من قرية الحمرى ومجاورها لتفتكى بعملها الاطفال قبل النساء والرجال تنبو هذا الرجل ان المرأة الذي انفصلت عنه قد عقدت اتفاقا مع الشيطان المنازل المجورة تضررت بشكل كبير من شدة الانفجار مخلفة خسائر مادية في المواشي والممتلكات الخاصة للمواطنين فهذا التفجير ثقافة لا طالما عرفناها ولمسناها من جماعة الحوثي وصالح سلسلة التفجيرات باتت تجد لها مكان على المشهد هنا في ظل غياب قبضة القانون وضيع مطرقة العدالة مختاشاتا لقناة بلقيس محافظة لحق موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة